اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الجيش اللبناني انطلاق عملية فجر الجرود ضد تنظيم داعش بعد تصاعد وطيرة قصفه لمواقع التنظيم في تلال القاع ورصب علبك شرق لبنان ويحاول الجيش التقدم والسيطرة على بعض التلال التي يتحصن فيها مسلح داعش اعلن جيش احرار العشائر التابع للجيش السوري الحر عن اطلاقه لسلسلة عمليات رد الكرامة في بادية السويدة بالقرب من الحدود السورية الاردنية وذلك بهدف استعادة السيطرة على عدة نقاط كان قد خسرها لصالح نظام وافادت مصادر خاصة لاخبار الان عن تمكن مقاتلي الجيش الحر من السيطرة على مساحات واسعة في ريف السويداء الشرقي بعد الشباكات عنيفة بالقرب من منطقة ابو شرشوح جنوب غرب مخيم الحدلات للنازحين وقد اسفرت المعارك عن سقوط اسرى وقتلى في صفوف قوات النظام افادت مصادر محلية من قضاء تلعفر في العراق بقيام تنظيم داعش بازالة كل ما يشير الى مراكزه القيادية بعد توالي ضربات الجوية للتحالف الدولي واقتراب انطلاق العمليات العسكرية هذا وعزز التنظيم خطوطه الدفاعية على مداخل قضاء تلعفر ونشر قناصته فوق اسطح المباني بالاضافة الى تجهيز سيارات مفخخة وانتحاريين قالت الشرطة الاسبانية انها تعرفت الى هويات جثث ثلاثة مغاربة قتلتهم بعض الاعتداء الارهابي الذي ضرب ليلة الخميس الجمعة منطقة كامبريلس في شمال شرق اسبانيا فقالت الشرطة ان المغاربة الثلاثة هم موسى اوكبير وسعيد علاء ومحمد هشامي وجميعهم من سكان منطقة ريبول ولا يزال البحث جاريا عن مشتبه به رابع هو يوسف ابو يعقوب امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقة من سعودي تتولى شؤون القطريين تحت اشراف الشيخ عبدالله بن علي الثاني في ظل قطع العلاقات حسب تغريتات نشرها الاخير على حسابه في موقع تويتر وشكر عبدالله الثاني الملك سلمان على استقباله وقبول وساطته قائلا ان ما وجده من حرص الملك سلمان والامير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعا لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم نهاية المجاز إلى اللقاء